أحرف بالله العظيم أني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها بداية عهد نهاية آخر هكذا هي سنة الحياة الرئاسية في لبنان إلا أن الفرحة بالآتي لم يستمر نهايات سعيدة تحديداً ما بعد الطائف في أربع حالات لنهاية العهود الحالة الأولى هي التسلم والتسليم وهي الحالة الطبعية الحالة الثانية هي أن تتم أن يأتي ينتهي العهد بدون انتخاب بديل عن الرئيس يلي هو الفرق تالت حالة هي الحالة يلي بينتهي العهد باضطرابات سواء داخلية أو خارجية وفي الحالة الرابعة يلي هي تمديد العهود يلي عادة تنقلب على أصحابها يعني هذه وإذا كان المكتوب يقرأ من عنوانه فرئاسة الجمهورية في أول عهد ما بعد الاستقلال شهدت كبرى الانتكاسات الرئيس بشارة الخوري سلم جمهورية الاستقلال إلى الفراغ والصلاحيات إلى حكومة عسكرية وسقوط بشارة الخوري يعني الرئيس الأول في الشارع علمه أنه يجب أن لا يعتاد الشارع أن يسقط رئيسا للجمهورية مهما كان الشارع قويا ومهما كان رئيس الجمهورية ضعيفا أكثر العهود ديمقراطية هي انتخابات يلي تمت ما بين الرئيس سركيس والرئيس لمين فرنجي هذا يلي انتهت بفارق لصالح الرئيس فرنجي بصوت واحد وكتب فيها غسان تويني صوت الواحد هو صوت الشعب الفراغ الرئاسي عرفه لبنان في نهاية عهود بشارة الخوري أمين لجميل وإميل لحود التمديد الذي ولد الويلات بدأ مع بشارة الخوري فليس الهراوي وصولا إلى إميل لحود ولاية بشارة الخوري الممددة انتهت بانقلاب عام 1952 عهد كاميل شمعون أقفل على ثورة عام 1958 عهد فرنجي انتهى مع بدء الحرب الأهلية عام 76 أما عهد اليساركيس فأقفل على اجتياح عام 82 بداية عهد أمين لجميل كانت دموية باغتيال شقيقه بشير بعد انتخابه رئيسا والنهاية جاءت تدميرية فسلم الرئاسة إلى الفراغ والبلد إلى حكومتين عسكرية ومدنية أما أقصى النهايات فكتبها بالدم رونيم عوض الذي اغتيل في بداية عهده عادة العهود التي تمدد إليها انتهت كمان بشكل مأساوي أو دراماتيكي لسبب التمديد أنا لا أنصح ولرؤساء الجمهوريات لأنه ينقلب عليهم الفراغ مشكلة، التمديد مشكلة، حدوث اضطرابات مشكلة كل ما تبقى هو مشاكل وحده والانتخاب في موعده الدستوري هو الحل أجمل النهايات هي تلك التي ميزت لبنان عن محيطه العربي تلك التي تنصف العهد ورئيسه تلك التي يمارس النواب فيها حقهم وحق ناخبيهم عليهم فينتخب رئيسا يقل بلاد شرين لا بد منهما التمديد أو الفراغ الدستور في لبنان يمنع التمديد فيما حماته يخركونه لأنفسهم رب قائل الدستور في لبنان أزكى من الرؤساء ومن يريد حماية البلد وحماية العهد ما عليه إلا احترام الدستور ننسي السبع قناة الجديد